اشتركوا في القناة استوى في اللغة استوى في اللغة إذا قالت العرب استوى يعني على وارتفى على وارتفى هذا في اللغة العربية وليس معناها استولى ومنه قولهم قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق يعني استولى وهذا لا يكفي في الاستيلاء فقط لأن الله في علمه وقدرته واستيلائه على كونه ليس فيها صفة تميز الاستوى على العرش وإنما لا يميزه إلا العلو والارتفاع ولهذا قرر السلف وأهل السنة والجماعة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى لكنه استوى على العرش أي على وارتفع عليه ومنه إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفع وهذا ملحظ الخطأ في المخالفين لأهل السنة ولمنهج السلف حينما فسروا استوى باستولى لأنك ما جبت معنى جديد إذا قلت ثم استوى على العرش استولى عليه هو مستولى على كل شيء بمعنى آية الملكية قبل له ملك السماوات والأرض يحي ويميت وهو على كل شيء قدير مقالوه بكل شيء علي خلق السماوات والأرض فهذا كله في جانب الاستلاء عليها والتصرف والملك فيها لكن يوم خلق السماوات والأرض وانتهى من خلقها على وارتفع علوا يليق بجلاله على عرشه تبارك وتعالى والله سبحانه مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته وليس استواءه كاستواء المخلوقين فاستواءه ليس مثلا استلاء ملك من ملوك الدنيا على العرش مثلا أو استوائه عليه ولله المثل الأعلى تعالى الله عما يصفه به الواصفون علوا كبيرا مما لا يليق بجلاله وعظمته ومع هذا في الاستواء لا نكيف لا نمثل ولا نشبه وإنما نثبت صفة الاستواء وإذا جاءنا قائل كيف استواء نقول الله لهذا الإمام مالك وضع هذه القاعدة الذهبية الاستواء معلوم دلت عليه النصوص في القرآن والسنة واللغة العربية والكيف مجهول والإيمان به واجئ والسؤال عنه بدعة وقال لصاحب السؤال وما أراك إلا صاحب بدعة وأخرجه لأن بعض الناس يريد من العالم أن يستجره إلى أمور تخالف الشرع أو النقل نقف عند إثبات صفة الاستواء موسيقى موسيقى موسيقى